هناك سيد على اعتراضات شعية وإيزيدية وكردية أيضا على اقرار قانون العفو العام بصغة الحالية وهو تجديد متخفيف طيب إذا يريدوني يخففون مصيرا ما سيصير يعني بصراحة هو قانون تعديل العفو العام جاء بفقرة واحدة وتعريف الامتباه صحيح مضبط وتمت القراءة الأولى والقراءة الثانية اليوم باقي على التصويت يعني صارت وثين عندنا قانونين الأحوال الشخصية والعفو العام ثين هم على التصويت لحد الآن قانون العفو ما عليه أضافات باللجنة فالتالي إنه مجرد الانتماء الانتماء منه ولا حتى نقاشات اللجنة بالنسبة لنا واقعا ذكرناها في أكثر من محفل أنه مسألة الانتماء أو الارهاب أو كذا ما هو نفسه جناب الشيخ أكثر من اللقاءة نوية أنه ما نقدر نسول بعد منه أولا لا من باب يعني عرفي ولا أخلاقي ولا شرعي أنه اليوم تريد تطلق صراحة الارهابين الانتماء منه الانتماء الانتماء اللي كان باللوجستي مثلا الداعش أطلع اللي قتل العراقيين هذا مو صحيح بالأضافة إلى أنه هناك خطوط حمراء في هذا القانون أو هذا التعديل مسألة الارهابيين كيف نفرسهم مسألة التجارة المخدرات سيد علاء القانون بهذا الطريقة واضح عندك واضح بالنسبة للارهاب الارهاب هذا به إذا يبقى على هالحطة تشديد محض ولا نفر يطلع ولا واحد يطلع ولا نفر ولا واحد يطلع رحم الله واضح وكذلك حزن لم نذكر لم يذكر به تجارة المخدرات الاتجار لم يذكر به التجسس لم يذكر به المحكومين والمتهمين بالفساد الإداري والمالي 구 hare اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا